تحياتي يا أصدقائي إذن منتخب سوريا سيواجه في الجولة الثانية من المجموعة الثانية في وطولة كائس آسيا منتخب أستراليا في مباراة هامة جداً لمنتخب سوريا سأحكي اليوم بهذا الفيديو على المنتخب الأسترالي كيف يلعب، ما طريقة لعبه للمنتخب الأسترالي، أميز اللاعبين موجودين فيه وكيف ممكن نربح على المنتخب الأسترالي اشتركوا في القناة ينزل يشتركوا في القناة ويفعل زر الجرس، أنا سألون لماذا لا تصلكم إشعارات الفيديو، لا نكونوا فعليين زر الجرس، ففعلوا له حتى تصلكم كل جديد ولايك وطبعاً يعني يحب يعلق وإن شاء الله نأخذ ونعطي في متعلق في مصلحة منتخب سوريا دائماً بالنسبة طبعاً حبايب الألب لمباراة منتخب سوريا وأستراليا، اليوم سأحكي عن المنتخب الأسترالي لأنه هو الخصم الذي لازم نعرفه، كيف يلعب وأبرز النجوم الذي فيه، وطريقة اللعب وكيف نحن ممكن نتجاوز منتخب الأسترالي نسبة لتاريخ مواجهاتنا مع المنتخب الأسترالي حبايب الألب، نحن لدينا ثلاث مواجهات مع المنتخب الأسترالي، وتعادلنا في واحدة وخسرنا في مبارتين تاريخياً أكثر من سجل أهداف في منتخب الأسترالي هو عمر السوم سجل ثلاث أهداف، وعمر أخريبين سجل هداف، نتمنى أكيد تكون فاتحة خير لعمر أخريبين، من أغلب الظن سيلعب أحتياطي في مباراتنا في مواجهة الأسترالي، وننزل في شرطاني مثل ما حدث في مباراة المنتخب الأوزباكي، إذن حبايبي، المنتخب الأسترالي مثل ما سنرى سواء يلعب بهذه التشكيلة، منتخب الأسترالي يلعب بخطة 4-2-3-1، وهي أكيد خطة هجومية مثل المشايفين هي التشكيلة الأساسية اللي بدأ فيها، مدرب منتخب أسترالي أجراهم أرنولد للمباراة، طبعاً هاي الخطة يا شباب بتعتمد بشكل كتير كبير على الانتقال بالأجنحة، فيها مرونة تكتيكية، اللاعبين فيها بيتمدوا على المهارات بشكل كتير كبير على الانتشار بالملعب، شفنا إذا بتتذكروا مباراة المنتخب الهندي سيطرة، يعني هاي الخطة تتح للفريق اللي بلعب فيها سيطرة بشكل كتير كبير على قرية الملعب، خط الوساط يعني بالنسبة لهي التشكيلة بيكون مؤتمد على اثنين ارتكاز ولاعب قدامهم، وهذا الشي يعني بيخلي صعوبة الفريق الخصم باستحواز على الكرة يعني، مثل مشايفين هون عندهم يعني ريان اللي هو كاتن الفريق الحارس، وهو أبرز لاعبي الفريق اللي بلعب بفريق الكمار الهولندي، عندهم هاري المدافع اللي بلعب بفريق رقمه 17 اللي بلعب بلستر سيتي، حقيقة يعني إذا ما أردنا بالحديث عن أسماء ونجوم اللاعبين المنتخب الإسرائيلي، ما فيها دول اللاعبين بلعبوا بأهم الأندي الأوروبية، يعني معظمهم بلعبوا بدرجة الأولى بالدوري الإنجليزي، مو ممتاز يعني مو البريمير ليغ بلعبوا بدرجة الثانية ألماني، والدوري الألماني، والدوري الإسكرتندي، المهاجم ديوك اللي رقمه 15، لم يقدم مستوى جيد في مرات بيتنام، هو مهاجم بلعب بالدوري الياباني، وهو أبرز لاعبين منتخب الإسرائيلي، يعني مثل ما شفنا الحبايب، إذا نحكي على أسماء وأرقام اللاعبين الإسرائيليين، ما أنهم هذول اللاعبين المرعبين، لكن كشكل فريق وكمسيرة فريق هني فريق جيد، في عندهم لاعب جودوين يلي بلعب بفريق محترف بالدوري السعودي، يعني هذا اللاعب يلي عم نشوفه نحنا بالدوري السعودي، لما عم نتابع حالياً وجود كريسيان رونالدو والشباب، خلالنا شوي هيك نتابع تفاصيل الدوري السعودي، فبلعب بالوحدة جودوين، وهو يعني بلعب جناح إسر، مانو هذاك اللاعب الخطير جداً، لكن يعني لعب مميز، يعني ما في عندهم لاعبين مثل المنتخب الياباني سوبرستار، ما عندهم لاعبين مثل سون بكوريا الجنوبية، لكن عندهم مجموعة متجانسة، طريقة اللاعب بالمنتخب الأسترالي حبايب القلب، يعني بحاول الضغطه بشكل كبير كبير على الخصم، منتخب أسترالي مثل ما شفناه بمواجهة الهند، يستحوزه بشكل كبير، يحاول على الأطراف، لكن فعالية الهجومية عنده ما كانت كثير كبيرة، كان مقاتل منتخب الهندي، لازم نستفيد من الدرس اللي عمل منتخب الهندي في شوط الأول في موجهة منتخب أستراليا، كان عم يدافع بقوة، عم يقاتل، وانتهى شوط أول سفر سفر، نعتمد على أخطاء الخصم، المنتخب الهندي أخطأ في كرة، وتلقى هذا، ثم أخطأ في كرة ثانية وتلقى هذا، يعني إذا ظلتها كمركز 90 دقيقة مع المنتخب الأسترالي، صعب تتلقى هدف، المنتخب الهندي لأنه فقط تركيزه في بعض دقائق في مباراة أخطاء فردية كانت نتدفاعه من حارس مرمى، وتلقى هدفين، نحن التركيز اللي شفناه بمباراة أوزباكستان من خط الدفاع من أيهم أوسو، من تائر كروما، من الشباب الاستوبرية، يعني ماسكين الملعب طريقة كثير قوية، الجرينتا والروح اللي عندهم، هذا الشي بيعطي إيجابية وتفاول لمنتخب سوريا، أنه منتخب أستراليا من الصعب أن يسجل في مرمانة، الخوف أكتر شي حبايا بالقلب من الأطراف، لأنه منتخب الأسترالي بيهاجم بلعبين طرفين، بيهاجم بلعبين طرفين، بيكونوا بشكل كثير، ضغط كثير كبير على الباك اليمين والباك الياسات، لازم عبد الرحمن ويس يكون مركز، مثل ما شفنا بموران الماضية، ولازم إذا لعب بمورات كالدغرية أو مؤيد عجانة، لازم يكونوا مركزين كثير منيح على موضوع الأطراف، لأنه يعتمدوا على الرفعات، عندهم هذا المهاجم الديوك، ما شاء الله عليها يا شباب، يعني طويل وبارع بالكورات الهوائية بشكل كثير كبير، وكلنا نذكر هدفه على تونس ببطولة كأس العالم الماضي، يعني بالنسبة لنا نحن ممكن كثير نسرق هدف من منتخب أستراليا، لأنه نحن نتحفظ اللعب منتخب أوزبكستان، صحيح منتخب أوزبكستان كانوا مسيطر، صحيح المنتخب الأوزبكي كان يملك الحالي الاستحواز على الكرة، لكن ما كان خطر جداً منتخب الأوزبكي، منتخب أستراليا حالياً يندفع كثيراً إلى الأمام، خطوطه الخلفية، صحيح فيه مدافع من ليستر، ومدافع الآخر بلعب درجة ثانية بالدورة الألمانية، لكن بيتقدموا كثير الأمام، بلعبوا الدفاع متقدم، وهذا شيء جداً 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 مريح للمنتخب سوريا، لبابلو صباغ، لمحمود الأسود، لبراهيم هيسار ما شاء الله عليه دبابة هذا اللاعب، لعمار رمضان، أنه نعملوا تحول هجومي يقدروا بهجمة مرتدة، ممكن يسرقوا هدف، وهذا الشيء لازم يركز عليه انتر كفر، موضوع الجرأة الهجومية بالهجمة مرتد كثير ضروري، أنك تخلي لعبين ثلاثة يقدروا هن ياخدوا حرية مطلقة بالتقدم الهجومي، مع التركيز الدفاعي بنفس الوقت، يعني محمود الأسود بالمورة الماضية، يعني خفت شوي ثقلوا الهجومي لأنه كان مركز دفاعياً أكثر، وهذا مطلوب التركيز الدفاعي، لكن أيضاً مطلوب المبادرة الهجومية، هذه هي أوراق المنتخب الأسترالي، مثل ما شفتوا هؤلاء الأبرز اللاعبين، أكيد نتمنى من منتخب سوريا أنه يكسر العقدة التاريخية لمنتخب أستراليا، وإن شاء الله يكون الفوز، وإن شاء الله عمر الخريبين يجيب الهدف الثاني، بابلو صباغ يجيب الهدف الأول، ومثل ما حكينا، منتخب أسترالي مانو مرعب، منتخب جيد، لكن مانو مرعب، إن كنا نخامنا أن منتخب، منتخب السوراليا مانو عفل يا شباب، لنتفق أن مانو Konsud Clay، و LGBT اليوم مانو كوريا، منتخب السوراليا هو أقل من اليابان وكوريا، وحتى سمع أقل من إيران، لكن اللاعبين الذين لعبون فيه، لفعلي هذه اللاعبين جداً، بلعبون بأنديية كبيرة أو عالية، ما احد عنده بالعب بالسيتي يونايتد برشلونة ريال بايرن ما في يعني بدوري الياباني ودوري السكوتلندي ودرجة تانية بدوري الإنجليزي وليستار سيتي فقط يعني وريان حارس الكامار الهولندي ولاعب بالدوري السعودي هذا هو منتخب السوريلي وبالتالي نتيجة الإيجابية جدا ممكنة من متخبنا ان شاء الله بفيديو الغد هأحكي على تشكيلتي متوقع على منتخب سوريا وكيف نحن ممكن لازم نلعب بهذه المباراة والأسماء اللي هتلعب في مواجهة المنتخب الاسرائي لكل توفيق اكيد لمنتخبنا نصر قارسيون على أمل تحقيق تيجي إيجابية في مواجهة الكنجر الاسرائيلي يلي ما نصعب نعمل نتيجة إيجابية في مواجهته باي باي